أنوار سورة فاتحة أميز الله رحمن الرحيم مناظر في حقبة الاستعمار وزعيم نقابي وأحد بونات الدولة العصرية يترجل في موكب متواضع وهو الذي أسس لدعامات الاقتصاد الوطني بعد الاستقلال وتقلد خمس حقائب وزارية دفعة واحدة قبل أن توجه إليه تهم بالخيانة العظمى من الزعماء لا فقط في تونس بل من الزعماء العرب الذين آمنوا بالقضية الوطنية وبالقضية العربية المركزية وبالوحدة العربية خدم هذا الشعب بكل تفاني وبكل تضحية وبكل صدق فقد كان زعيما نقابيا وكان زعيما سياسيا وكان في أنواحد رجل الدولة من قمة المجد إلى السجن ثم المنفى ومن موقع الإسهام في مشروع الحكم في حقبة الحبيب بورغيبة إلى مؤسس أول حزب تونسي معارض حياة متقلبة تعرض خلالها بن صالح بحسب مراقبين للغدر والمكائد داخل البلاد وخارجها يقين هذا الرجل الظلمة لأن الظروف التي عاشها هي ظروف إرادة إلساق الخلل في شخص واختزال الإشكال متاع البلد في عثرة نفر هو أخوه محمد واخوه هو أثنين مظلومين أهمته محمد هو اللي هرب أحمد من السجن هو اللي نظم له الهروب على خاطر كانوا نويم مش يقتلوه أحمد بن صالح هذا اللي الشعب التونسي لي لازم يعرفه كيفما قتلوا صالح بن يوسف كانوا مش يقتلوا أحمد بن صالح حقبة أحمد بن صالح دخلت بوفاته حكم التاريخ الذي عليه أن يوثق ما لها وما عليها لينير درب الأجيال القادمة في بناء دولة متصالحة مع رموزها أحمد بن صالح ظلم في حياته وحرم من موكب تشريع يليق بمناظل وطني بعد وفاته ولعل التاريخ ينصفه بكشف صفحات بقيت مخفية في مسيرته النظالية أحمد تشتار تونس الميادين أحمد تشتار تونسي للمشاهدة أحمد تشتار تونسي للمشاهدة أحمد تشتار تونسي للمشاهدة